إلى مزيد من التصعيد تتجه العلاقة المتأزمة أصلا بين أنقرة وواشنطن إجراءات اقتصادية متبادلة تلقي بظلالها السقيلة على أسواق المال والتجارة ولا سيما في تركيا مجموعة تدابير جديدة ستتخذها وزارة الخزانة والمال التركية بشأن قطاع القروض المصرفية لمواجهة الهجمات الاقتصادية التي تتعرض لها لقد نجحت التدابير الإضافية التي اتخذتها وزارتنا في تصدي للهجمات الاقتصادية التي استهدفت أسواقنا المالية أخيرا وسنرد بالمثل إذا فرضت واشنطن عقوبات أو إجراءات أخرى ما نقوم به يأتي ضمن قواعد منظمة تجارة العالمية التغاضي عن تجاوز الحد الأقصى للقروض المصرفية نتيجة ارتفاع سعر العملات الأجنبية مع تأكيد عدم إغلاق الطلبات القروض والاستمرار في سياسة المرونة في تعاملات التسعير من أجل استمرار سيولة النقد للشركات هي أهم التدابير ضمن خطة عمل اقتصادية يعتبرها الخبراء دواء مسكنا للأوجاع الاقتصادية التي أصابت الأسواق التركية أعتقد أن ما تقوم به سلطات من إجراءات ورد فعل جيد ومهدئ للأزمة الاقتصادية لكنه على المدى البعيد ليس كافيا لذا علينا تفكير للخروج من هذه الأزمة بخطة اقتصادية شاملة تقلل الاعتماد على الآخرين وتشجع الصناعات الداخلية انتعاش الليرة التركية لم يضم طويلا لتسجل من جديد تراجعا تدريجيا بعد تغريدة الرئيس الأميركي الذي ألمح إلى فرض مزيد من العقوبات والضغوط الاقتصادية في حال عدم الإفراج عن القص الأميركي المحتجز لدى أنقرة تركيا لن تقبل لغة التهديد وسترد بالمثل على أي إجراء أميركي يستهدف اقتصادها هكذا ترد أنقرة على التصعيد الأميركي واستترقب حذر في الشارع التركي من تأثير الأزمة على أوضاعه المعيشية محمود واسق اسطنبول الميادين